نظم التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي فعلية توزيع شنط مواد غذائية على 500 أسر من أسر الفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا بمحافظة الإسماعيلية وذلك بمشاركة 70 من متطوع التحالف يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بدعم الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقا وتماشيا مع جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وفقا لخطة الحماية الاجتماعية الخاصة بالتحالف والتي تم وضعها لتقديم الدعم اللازم للأسر الأكثر احتياجا بجميع محافظات الجمهورية وذلك لتخفيف العبء عليهم وكذلك للحد من الآثار السلبية للأزمات الاقتصادية العالمية أرضا بنوزع 500 كيس مواد غذائية على أهالينا المستحقين بقرية الفردان وقرية الحجاز وبعض المناطق داخل مدينة اسماعيلية وبنقوم بتوزيع بعض المستلزمات المنزلية مراتب والتلاجات والتجهزات على بعض الأسر بالاسماعيلية ترجمة نانسي قنقر